طوينا صفحة أسوان صفحة الدوري وفتح الجهاز صفحة الصبر ويسافر صباحا للسلسان شاء الله تعالى بسلامة الله غدا لا للاعادة صباحا للتلاد لمدينة العيلة الإماراتية اللي في استادها الزعب بن زايد هتصطديف مباراة الصبر ساعة 7 مساء الجمعة الأهل والزمالك إن شاء الله تعالى لا يبقى إلا موقف أليو ديانج لعب الوسط حتى الآن الجهاز الطبي ما قالش قراره النهائي بشأن الإصابة كانت تعرض لها مبارح بإجهاد في العضلة الخلفية لكن فيما عدا ذلك الكل جاهز وانت مسافر خير لبنا يسطر طبعا يعني أنت عارف رأيي في بطولات المباراة الوحدة دي بيبقى أعدى لأنها دي لكن بالنسبة لأليو ديانج يعني أن تحرم من أليو ديانج وانت خلي بالك حتى الشيخ طامبا بيسأل المستكاوي كابتن الأستاذ المستكاوي قال لك إن خط وصلت الأليو أقوى الخطوط لما أليو ديانج الماتش اللي فات أفضل لاعب بالماتش ده حمدي فاتحي وبعدين هناك شكوك قوية حول مشاركة أليو كمستلية ما شاء الله عليه أه أه يعني نتق بص بإذن إلا أهلي حلاء الحلول لكن ليه ليه كل ما 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 تيجي تطمن على العيب ما تلاقوهوش يعني حاجة برضو غمضة يعني آآ وهو أقول لك أنا سحبته مش هو كان عايزي كامل بس أنا سحبته لأن أنا مش حايز أضحي به أي مدرك أهميته ده التدريب بتاع النهاردة آآ مدرك أهميته فأنا آآ يا رب آآ نتمنى أنه يعني يلحق لكن لما الحيش يبقى حنعرف بطريقة اللعب إن إحنا نحل الموضوع والبدلاء على رأي الكابتين أحمد حسن هم أفضل لعبه في مصر مجدين في النادي الآن آآ فالبدلاء حيكونوا على حسن الظن آآ بإذن الله يعني الماتش ده أصد إبراهيم السوبر آآ الناس يعني هو الراجل حتى في المؤتمر قال لك إيه أنا من ساعة ما جيتوا بيكلموني على ماتش الزمالك طب أنا أنا بفكر في الماتش اللي جاي هو أهم ماتش بالنسبالي مش عقد أفكر في الماتش لسه معاده ما جايش لكن معنى إن الناس كلها بتسألوا هو صلوا وصلوا إيه إيه لكل كوم والماتش ده كوم وهذا هو مشكلة آآ الدربيات على مستوى العالم بتتاخد في حتة الوحدية آآ جامهرية جامهرية وبتخش بقى في 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 تنظير وتحفيل وقافة الرياضة التحفيل نتمنى النادي الآلي إنه يقدر يعني يحقق آآ نتيجة إيجابية فزير المباراة عشان برضو حتدي نوع من الاستقرار آآ المعناوي آآ للجمهور وللفرقة ولو هو نفسه كله آآ كمان إنت إحنا عملين نقول جماهير الأهلي في كل مكان وراه مع أنت عندك جمهور هناك آآ أنا متأكد إنه حيبقى بال عند الموعد يعني إن شاء الله آآ بإذن الله يعني فنتمنى توفيقه حلفنا وتمنى هو يقدر يقدم من المباراة دي آآ تأكيد على الانطباع الجيد للناس واخداء عنه نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للفريق بإذن الله في لقاء الصوبر اشتركوا في القناة